عدفوت لأم العوبة حلوة مو بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم النهاردة مش كلامي ولكن حكمة الأمس واليوم وغدا شوفوا الرحاني قال إيه إسمع نعم إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي إيه غزالة الرائقة دي لا أنا عايز أقول لك حاجة مبدئياً المشهد ده عمال بيستحضرني أنا أصلي أستمدي كثير من الفلسفة والحكمة من الأفلام الأديلة خاصة الكوميدي منها على لسان بقى تكتشف كل شوية الرحاني قال إيه القسري قال إيه السفر رسطي قال إيه مش عارف مين قال إيه تجد حكم الرحاني ده لوحده ما فيش فيلم ما يخبطكش جملة تنفع فلسفة لحاجات كتير جداً صحيح المشهد اللي بيحصل دلوقتي علاجه هو اللي قال الرجل ده إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي هنأجل شرح الشرم برم والترللي والمهندس عادل يوسو ديه ولكن أهلاً بيك أعزائي المشاهدين في الحلقة 778 من ملك وكتابة وهذه أبرز العنوين مقالي ومقاله الحل في لم الشم الغربال الحق والإساء بعض متلسانه اعترافات من هنا وهناك والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك النفاثة وأخيراً مجلتنا من 40 سنة ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة لكن نجيب الرايحاني قصد المهندس عادلي فرض علينا أن تكون ضربة البداية السريعة مع مقالي ومقاله الحل في لم الشمل شرم برم وترقلالي شوف أستاذ إبراهيم ما من شك أن أنت وإنت كويس تحتمل الخلاف في الرأي تحتمل النقدة تحتمل أن كل واحد يقول للتاني الحل الجدلية بتكسب وتحقق أهدافك ولكن في ناس شايفة كان ممكن تعملها كده في أحسن من كده كل ده لأنه مش هيؤدي إلى اختراق الصفوف أو هدم من الداخل وإحنا من كذا حالة قلنا حصان طروادة اللي اختبعت جواه كل الشرور في مظهر براق صحيح ومعرفوش يخترقوا الحصن إلا لما دخلوا الحصان اللي نزل منه الأعداء نفس المحتوى المضموط فعلا فعلا كريه النادي الأهلي لم ينجحوا في أي لحظة في الشوشرة عليه والإقلال منه من إنجازاته والانقضاد على تاريخه إلا لما بدأت عملية الاختراق من الداخل كثير مما يبدو أنهم يساندون الأهلي تكتشف أنهم لجان يعني مغلفة وللأسف الشديد وهو ده اللي خلاني فكرة المشهد ده لخص إيه إن الراجل جاره ده ما يبتمنعوش الخير فضل يزن 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 لما استطعني وأثير عن أقرب ناس إلي الأستاذ سلامة وبدأ أشوكه فيه لحد ما ظهرت الحقيقة فجاي بقى بعد ما ظهرت الحقيقة والدنيا بيش بيش بيتمحك فيه قال له لا يعني هو أنا لا قال المشهد ده معناه إيه مشهد بيقول يا أستاذ إبراهيم طب ويقول ليه ما انت هاي ديه صل بقضيطة ما انناقشها مع بعض هي دي يا جماعة هو ده بيت شعر عربي قديم إن لم تكن لي والزمان شرم برم شرم برم يعني الحالة بؤس فإذا ما كنتش معايا وقت غدر الزمان فلا خير فيك والزمان ترلالي اللي هي فترة الرخاء زهزاهد بقى واليسر يعني ما فتكرتنيش في وقت الزن أبلاش منك في وقت السعادة ما تلزمنيش مش ما فتكرتنيش يا ريتك ما فتكرتنيش ما كنتش معايا بغطت علي بغطت علي حاولت حاولت تأزيني وقعت بيني وبين أحبائي اللي فيه جزء منه متأثر بموقفك هنا يا جماعة الكلام كله لعنصر من أهم عناصر قوة الأهل قوة الأهل طول عمره تاريخيا في جمهوره والشباب اللي صاغوا عبارة جمهوره دا حماه كانوا فعلا في الجون جمهوره دا حماه فعلا في كل العصور جمهور الأهلي هو دايما بيقوم الفرقة ويفوأ النادي ويساند ويدعم ويكون دايما خلف فرقته جمهور الأهلي لما كان بيملى المدرجات أول ما الأهلي ييجي فيه جون تلاقي الكل بيشجع وكل بيساند يرجع الأهلي للجيم المطش بيخلص وجمهور الأهلي ما بيرميش الفوطة أبدا يفضل دايما داعم لغاية اللحظة ما بعد الأخيرة الأهلي يكسب وأعتقد تاريخيا اتعرفت بلاص تسعين إن هي دا صناعة أهلوية خالصة دي روح الفنلة الحمراء اللي مكتسبة من وهج الجماهير في المدرج السنين الأخيرة طبعا لسببه لآخر الجمهور مش في المدرج الجمهور في المنصات فالمنصات الإعلامية في السوشيال ميديا هي اللي بتصيغ الرأي العام وهي اللي بتدل على حجم المساندة والمساعدة أو الرأي السلبي حتى كله خارج من المنصات الإعلامية الحديثة هنا بقى لها سنتين الكل بقى ملاحظ إنه فيه فرقة بين جماهير الأهلي فيه اختراقات فيه كتايب فيه لجان فيه عناصر مندسة فيه مناس شغالة ضد الأهلي بعمقه وشدة جدا وبانت إن جماهير الأهلي على حجمها الواسع والكبير كأكبر جمهور لنادي في الشرق الأوسط وبالمناسبة شعبية الأهلي يدخل بها الأهلي منافس في الأكبر الأندية العالمية في حجم الشعبية ياخد ترتيب متقدم فيه كانت الحقيقة اللحظة للناس كلها الدايئة باش مهندس من هذه الفرق إلى أن لحظنا على تويتر الزميل العزيز إكرام الرديني وهو إعلامي مصري أهلاوي يعمل في عجمان في قناة عجمان والحقيقة ليه مواقف وله ردود قوية دايما في استوديو عجمان اللي كان دايما شاطط واخد رأي دايما ضد الأهلي إلى أن تمكن إكرامي الرديني أنه يمسل وجهة نظر الأهلي بوعي ومسئولية وبمعلومات وبحقيقة وبمنطق أطلق إكرامي الرديني على حسابه على تويتر مبادرة لم الشمل جمهور الأهل العظيم لم شمل جمهورنا أدعو الجميع اللي مبادرة لم الشمل والقوف خلف النادي الأهلي كما تعودنا فلا يوجد فرض لوجهة نظر ولا مجال لخلاف الكل يحب الأهلي بطريقته ولا أحد واصي على أحد نختلف دون خلاف نختلف دون خلاف ولكن حتى في حتة نختلف دي انتقاء الظرف مهم جدا يعني ما تجيش لي وأنا في لحظة مش قوية وتبتدي تقولي عشان قلتلك ما هو انت لو كنت سمعت كلامي مش عارف إيه دي متش هتوصلنا لحاجة أكتر من إنك هتسحب الثقة أي وهتضعفني أكتر لكن لما أنا وأنا وأنت نقول لك خلينا بقى مش وقته تعال نواجه الشر اللي جاي لنا ده وبعدين نبقى نشوف أخطاءنا فين ونعالجها مع بعض أهم حاجة أستاذ إبراهيم لازم نعرف إن ما نجحوش إطلاقا في أي ظرف من الظروف ولا في أي عهد من العهود إنه يخترقوا الجزء ده أنا عايز أسألك سؤال نحن لعبنا دلوقتي بالنشئين وكان ده جزء من طلبات قطاع كبير من الخبراء والإعلامين والجماهير خلاص الموسم عد رياحوا لعيبة كبيرة تعالوا نشوف النشئين وما أن بدأت التجربة واتخذ الأهلي قراره حتى نسي الجميع إن إحنا بنعمل تجربة استثنائية فبدأوا يقيموها إنهم لازم يلعبوا يكسبوا عشان يبقى فيهم آمل وإلا أنا حسألك سؤال صغير جدا لو عايز الناس ترجع بنا خطوة ماذا لو سنة 85 والنادي الأهلي يتخذ قراره بإيقاف 17 لاعب والدفع بالنشئين في مباراة دور الثمانية أمام الزمالك لو كان فيه سوشال ميديا في وقتها كان حيبقى موقف في إيم القرار ده كانت حسيبه يكتمل مكنتش حسيبه يكتمل صعب صعب طب أنت بتتخذ القرار أرجع تاني أستحضر إجابة الكابتن حسن حمدي لما سؤل هو أنت مخفتش أن أنت بتعمل كده فليه تغلب والجيل ينتهي لا هزيمة سقيلة قد تؤدي إيه قال له أنا ما بفكرش بالطريقة لي إحنا بنفكر في الصح اللي لازم تعمل مهما كلفنا من ثمن استطاع النادي الأهلي بمثل هذه المواقف أن يشتد عوده ويقوى تجاوز الأزمات ويرجع بالصمرار الأقل وعلى فكرة ما زال الجمهور في ظهره لكن أنت بتسمع بعض الحاجات بعض كثير منها لا يمثلوا الأهلي لأن في النص الألفاظ اللي بيستخدموها بتبين الهوية لكن طبعا فيه جزء من ولادنا بيتأثر صحيح من اللحاح دا ويبتدي خلي بالك السوشيال ميديا مبنية على الانتصار للرأي يعني أهم حاجة مش قلتلكوا شفتوا بقى أنا كنت أقول واحد وده أخطر شيء ونقشنا دي ليه خطر عنادي الآن لأن هتكسر ثابت من الثوابت القوية اللي بنقول الإدارة إدارة واللعيبة لعيبة والمدربين مدربين والجمهور جمهور والإعلام إعلام وكل واحد شيء ليلته في حدوده أما القرارات الاستراتيجية والقرارات المصيرية في إيد الإدارة وهي بتاخدها عينها على إسعاد جماهيرها يعني مش بتعمل كده عشان هي منفصلة لا بتعملها عشان جماهيرها لكنها لا تتلقى القرارات من القاعدة إلى القيمة طيب جزء من القاعدة هي جمهور الأهلي ومطلق هذه المبادرة للم الشمل كأنها هي الحل أو لأنها هي الحل الزميل إكرام الرديني من عجمان مساء الخير يا أستاذ إكرامي مساء الخير يا أستاذ إبراهيم مساء الخير على الكابتن عدلي مساء الخير على فريق العمل ومهورة الكب تحياتنا ليك وتحياتي الشخصية على هذه المبادرة في هذا التوقيت تحياتي لكم كلكم وهو ده جمهور الأهل يا كابتن عدلي وهو ده جمهور الأهل يا كل جمهور الأهل يا كابتن إبراهيم دايما في الأذمات بتلاقيه دايما في ظاهر النادي الأهل أنا جات لي الفكرة او القصة دي من التناحر اللي موجود اللي هو غريب علينا احنا كالأمور النادي الاهلي تربينا فيه على اللي احنا دايما ندعم ودايما كظاهر النادي الاهلي اشتدت الامور كتير واختلاف الرأي وواحد ينتصر بواحد طبعا كلنا من حد الاهلي وكلنا بصر ولازم نختلف لكن الوضع كان بطراحة فعب ووضع غريب علينا فجات الفكرة وربنا وفقني وعلى فكرة القصة دي انطلبوا بيها ناشيا بس في ناس ممكن يكون لها رصيدة عند ناس فبتنجح معاها يامي فجمهور الاهلي دايما عظيم صحيح قولها كرامي انت متابع بياقصة شديدة لاحظت انه فكرة الاندساس والاختراق موجودة وليها تأثير طبعا ومؤكد ومنظمة كمان منظمة دورية منظمة انا مش هقول عندي معلومات وعندي الكلام ده لكن هي الجمهور الاهلي ما بيخرجش عن النصر يعني حتى لما بتختلف كل واحد بيحب الاهلي بطريقة ما فيش فرض ولو صايع لحد على حد صحيح دايما انا عندي جملة دايما منقولها احنا نختلف في النادي الاهلي دون خلاف هو ده النادي الاهلي اللي ربنا عليه ففيه اندساس عن نصر بتدخل بحكم اللي هي اهلوية وبتنتحل شخصيات وبتبدأ تدسل السم في العسل وبيبدأ الامور دي كلها ينصق لها الجمهور النادي الاهلي اللي احنا مش متعودين على كده احنا متعودين اللي الادارة بتاخد قرارات واحنا دايما حسابنا في اخر السنة دا اللي تربينا عليه الجمهور اللي تربينا عليه لكن الشباب يمكن مندفع شوية ما عندهمش الحكمة دي لا انا من حقق انتقد لاعب طبعا من حققك تنتقد دون اوصاية ولكن دون تجريح دي مهمة جدا دون تجريح هسألك في حاجة مهمة هل انت وانت تعيش في الخارج وفي الامارات تحديدا انت لمس ان هذا الاندساس والاختراق والخطة الممنهجة لانهما ينقضوا على الالي سوابته وتواريخه وتشويه صورته هل وصل الامر حسيد بيه عندك في مكانك بص يا كابتن عدلي بكل اريحية النادي الاهلي مستطف خارجيا لا يوجد معلومة صحيحة انا بقعد مع ناس رياضيين بحكم شغلي كلهم عندهم الفكرة اللي النادي الاهلي لهم عكس الواقع تماما ويمكن انا بعاني بس اه وبوصل المعلومة وغيرت رؤية الناس اه في قناة عجمان وغيرت الرؤية اللي هي وصلة بطريقة غير صحيحة اه بالمعلومات اللي عندنا وبالحكمة اللي عندنا وبالمنطق اللي احنا مسكينه يعني احنا بتلاقي قضايا ياما منتشرة بحكم الصوت العالي هم بيختطفوها هنا والاعلام وصل لهنا احنا ما عندناش الكوادر الكثير المنتشرة لانك دايما عندك مبدأ واللي عنده قيم ومبدأ بيبسطهم واطي شوية وهدي شوية يعني بيعتمد ان شغله يرد بنيابع عنه لكن ده في كل احوال في الوقت اللي احنا فيه ده مش كفاية قوة الاعلام واضح انها مش كفاية وانه لابد هذه التنظيمات تقابل بحد زي حضرتك بس يكون عنده معلومات ويكون فيه الية لوصول هذه المعلومات لأكبر قدر من الوسائل اعلام خارج مصر انا اتمنى كابتن عجلي لان الوضع فعلا انا مش عايز نقولك الوضع قطير جدا على الدعاءات على النادي الاهلي وما فيش حد بيدافع على النادي الاهلي غير ابناء اللي هم الموجودين حتى بيدافعوا بهدوء الناس دلوقتي بتتاجه يعني البروبوجندا الكبيرة ما بيتابعوش في الفيديو هادي فيديو لصالح العمل الاعلام استحوح حتى ينوح على الناس الشباب زي ما انت شايف على السوشيال ميديا فكره مش منظم شوية فبيجي يسمع حاجة هما كسروها يعني هما نجحوا اللي هما يكسرهم فيها شوية احنا عندنا اساس عندنا ثوابت عندنا مورثات الحاجات دي احنا عشناها في مواقفنا التاريخية كلها فصعب تنكسر عند الجيل بتاعنا او اللي اكبر منه شوية لكن الشباب بدأت دلوقتي يكسرهم اللي هي الناس اللي عندنا اللي هي عندها قيادة وعندها اخلاق وعندها شرف في العمل بدأوا يكسروهم وبدأوا بطريقة منظمة كابتن عادلي وانا بحط تحت كلم الطريقة منظمة دي مليون خط عشان خاطر الموضوع انا عندي معلومات ممنهجة 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 اللي فيه روابط حقيقية حتى لو هم مختلفين انا بتكلم على الناس التانية مختلفين بيتتبعوا على سكرين شوت معين وبيبدأ يبسوا في جميع المواقع اللي هم مسيطرين عليها وبتعمل خلل عندنا كشباب عندنا كشباب جمهوري الاقلي بيعمل خلل وبيأثر عليهم بالاضافة اللي هم عندهم يعني احترافية كاملة في اللي هم يعملهم الكونتات غير صحيحة ويندسوا بين جمهورنا ويبدأهم يهزوا سلطاتهم في العادتنا واجهزتنا احنا من امتى احنا من امتى من اختلف اللي احنا ننقض العيد بطريقة فجة شوية ما بيحصل اللي احنا ننقض مجلس الادارة عمرنا احنا تقول عمرنا كشف الحساد في اخر السنة مش معنى كده اللي انا من انتقيتش لا وده برضو لي حاجة نقطة في ظاية الاهمية كابتن عدلي غياب الجمهور عن المدرجات فالناس مع الامور اللي احنا بتشوفها في اخر سنتين تحكمية وخلافه بتلاقي فيه ظلم والضهاب فالتعصب بقى بزيد فالحكمة ما بيتش موجودة كل دي حاجات بتقدي اللي احنا شايفين فكانت المبادرة المبادرة اللي دايما جمهور الاهلي بيظهر في وقت الشد ظهر ابن كده في موقف كتير واخرهم 2019 لكن اتمنى اللي احنا النهاردة عام بين حاجة كويسة النهاردة ان شاء الله نعمل نختلف دون خلاف زي ما عودنا النادي الاه يعني انا انا هزوط حتة نرجئ نرجئ قراءنا والانتصار لرأينا مؤقتا حتى ما نشوش ونضغط على اتخاذ القرار وقبوله لان انت يعني مثلا يبتدي ايه يقول لك مدربين ويروح جيب لك اسماء مدربين مستحيل حقيقه مصر عشان لما تفشل العملية يقول لك شفت بقى فشلت العملية هي اصلا ما فشلتش لانها لم تبدأ مهماش دول المطروحين يجيب لك اسم العيب عارف انه مش يعني يعني حناخر شانل استاذ ابراهيم بعض التفاصيل وانا متأكد ان حضرتك سوف تتابع وان الامر ده عايز مزيد من المتابعة والتنصيق علشان يؤتي سماره وربنا يكتر من امثال النموذك بتاع حضرتك عشان نقدر نتواصل انا حاسس كمان ان فيه بدأت الحقيقة تظهر بعض الشيء امام الاعلام الخليجي وانه كثيرا منهم غير رأيه وغير مواقفه بناء على ما توصل اليه من حقائق وضعت امامه ولكن الجهد مش كافي الضبط كده كده وانا ليه ارسال الجمهورنا الاختصار عشان مخولش على حضرتكم احنا مدينين كلنا النادي الاهلي مجلس الادارة مدين للنادي الاهلي ولعبته واجهزته بشهرتهم وكل وخلافه اما الجمهور اللي انا من اعتز اللي انا نكون منهم انا مدينين بالنادي الاهلي بفرحتنا فلازم نحفظ على الفرحة دي اللي هو بيفتمها على وصوصنا ويتحفظ على الابتسامة اللي هي بتدينا الحياة وسط صعوبات الحياة دي كلها النادي الاهلي ده فرحتنا فخافوا عليه ومش عايز الناس اللي هي بالدعم تتوارى متخافوش قولوا كلمة الحق وشدوا معكم الجمهور الشباب محتاجكم في الفترة قولي أخيرا حجم الاستجابة من قبل الصفحات والجروبات الاهلوية والكل الوسائط المختلفة حجم الاستجابة للمبادرة إيه العادة مية في المية ككل أزمة شديدة بتمر بالنادي الاهلي بتلاقي جمهوره في ظهره لكل مشاركة كابتن إبراهيم من أرضا عاملين حتى روم كلنا فيه وإعلاميين حتى مشاركين فيه الناس بتتسابق عشان خطر النادي الاهلي لأنه محصم النادي الاهلي في قطر كلنا في ظهر النادي الاهلي وما تخافش على الاهلي خالص التمعاد زي ما حضرتك بتقولنا وزي ما لأستاذ إبراهيم دايما لأهلي زين النقاعد دي مبادرة هايلة بنحييك عليها أستاذ إكرامي وكل التوفيق لكم إن شاء الله شكرا 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 جزيلا للزميل الأستاذ إكرامي الرديني من عجمان أعتقد مبادرة دائما 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 هناك ضوء في آخر النفق وهناك فائدة من أي إخفاق وهناك مصلحة في أي تهديد يعني كلما كبر حجم التهديد الذي يناله النادي الاهلي كلما استرد الاهلي هويته في علاقاته مع بعضه مع جماهيره أنا شايف دلوقتي إن في لحمة بدأت تظهر بقوة جدا وإن جماهير تنبهت وإن الجماهير الحقيقة إحنا وإذا كنا بنساعد ببعض الكلام لكن مؤكد الجمهور هنا سابقنا في الحتة دي أستاذ إبراهيم أنا لامس لامس حجم الالتفاف وحجم الدعوة للالتفاف حول النادي الاهلي والتنبه إلى ما يحاك للنادي الاهلي فرب ضارة النافعة وعلى أن نعود منها أقوى مما كنا وحدتنا قوتنا فيها أستاذ إبراهيم في وحدت لم الشمل هو الحل ومزيد إن شاء الله من الوحدة والتلاحم بين كل الأهلوية في كل مكان هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهل أرى مصر مصر جاية تعزي وتحول الأمر باش مهندس إلى التفافة وجدانية معبرة جدا معنى بقولك فيه لعظات بتبقى بتستنفر أفضل ما فينا وبتبقى كأنها استفتاء غير معدلة فكمية الصدق اللي تقدر تاخدها من المشاهد دي بتبقى عالية أنا مبرح كنت هناك شفت هذا الكلام شفت هذا الكلام وشفت شخصيات الواحد مش متخيلة وناش شافت بعض من سنين ما شافتش بعض كل العزاء طبعا لكابتن محمود الخطيب وأيضا للزميل أمير توفيق النهاردة كمان شوعت جنازة والد الكابتن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي يعني أمير توفيق في نفس اللحظة ونفس التوقيت عنده هذا الظرف وكان فيه ناس بتكلمني زعلانين ما بيردش علينا دي صور دي صور شقيقة الكابتن الخطيب آه يعني وجوه كثيرة من شخصيات عامة وشخصيات رياضية ونماذج أهلوية الحياة حضور كان كبير جدا حضور طبعا وده أمر متوقع يعني أين بس عشان ما يفوتناش الأمر نتمنى السلامة لابننا النابه الأستاذ محمد صراج اللي تعرض وهو جاي عشان يقوم بواجب العزاء إلى حادث ربنا الحمد الله نجا منه مشهد السيارة مؤلم جدا كل الامناط الطيبة بشفاء رجع رجع النهار شاب من محمد خرج من المستشف العالمين ورجع القاهرة الحمد الله على سلامته الحمد لله الدرورة يعني كسر في الدراع وردود وربنا يهم وسلامة شوف العربية يعني يعني على طريق الساحل الحقيقة كانت حادثة بشعة شوية بس الحمد لله ربنا نجاه الحمد لله الحمد لله لأن الدكتورة وديته كانت في حالة من الانزعاج الشديد ربنا يطمين عليه يعني أهلوية كمان دكتورة ملك التحاول طبعا أهلوية ربنا يشفيه بسرعة ويسلم كل ولادنا يا رب اللهم آمين والنهار ده شوية زي ما أشارنا جنازة والد كابتن أمير توفي وبكرة رياضية هي دية الروح اللي كانت فيها يعني فكرة ده كابتن الخطيب مع أمير والأستاذ طاري أنديل وبقيت أعضاء النادي وعدد كبير من اللي كانوا حضرين النهاردة مراسم تشيع الجنازة البقاء والدوم لله وكل التعازل لكابتن أمير والأسرته الحقيقة يعني حضور حتى القيادات الرياضية يعني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور المهندس خلد أبعزيز وزير الشباب والرياضة السابق كابتن طارب وزير وزير الشباب والرياضة السابق المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهل السابق وكتير بقى من القيادات الشعبية وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهل السابق ونجوم الفن عدد كبير شخصيات عامة أستاذ جمال المبارك والأستاذ علاء مبارك وعادئ النائب محمد أبو العنين الفنان أحمد بدير كان موجود والأستاذ أحمد موسى والأستاذ أحمد موسى طبعا فنان أحمد بدير والفنان سامح السريطي وكمان والإعلام الكبير يعقوب السعدي يعني يعقوب السعدي يعني مش هايزين نحصر لأنه هننسى ناس بالتأكيد يعني صحيح كابتن شطا وكابتن فاوز سكوتي أقول لكم كل أبناء كابتن حسام غالي كل أبناء الآلة الحقيقة كانت مظاهر التأدير كبيرة وكابتن حسام غالي مؤذرة ومساندة ومشاركة صديقة يعني أمر متوقع الشخصية بحجم الكابتن الخطيب يعني أي يعني متوقع هذا الحشد كل التعازي لكابتن الخطيب وأسرته وكل التمنيات للجميع يا رب بالسلامة إن شاء الله طيب الأهلي بقى لسه الفريق ما تجمعش وبيجاهز لترتيبات السفر إلى هولندا معسكر الإعداد هيكون في هولندا إن شاء الله خلال النصف الثاني من هذا الشهر بخلاف اللعيبة الدوليين الخامسة اللي حيكونوا موجودين مع المنتخب الأول دي يمكن كانت إطلالة خبرية سريعة لكن يبقى الكلام المهم في الغربال الحقيقة الحق والإساءة الحق والإساءة للعبين المحترفين قبل ما تقول التحدي الدولي الجملة دي رغم ببساطة الحق والإساءة ببساطة شديدة جدا هي مهمة جدا جدا أنك أحيانا كأنك تدافع عن الحق ولكن المقصود الإساءة لحد تاني قبل أن تدافع عن الحق أنت تستهدف الإساءة آسف على المقاطعة أستاذ أبو رحيم أعذرني لا لا لأنه الأمر فعلا ما بين حق الدفاع وحق المساندة وحق التضامن تحول إلى الإساءة والابتزال يعني مش مناسب لفظ أقل وطأ من كده يعني لأنه لما يكون فيه التحاد دولي أو هيئة دولية أي أن كان حجمها أو أي أن كانت قيمتها أو أي أن كان تأثيرها وجدواها من عدمه لكن لما تحب تتضامن مع طرف لاعب محترف إزاي ده يتحول إلى إساءة شديدة جدا في حق قيان كبير بحجم نادي وهو النادي الأهلي هذا الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين اتحاد نشأ أو تكوين نشأ سنة 65 مقره في هولندا نشأ بهدف إحداث نوع من التضامن والدفاع عن حقوق اللاعبين المحترفين فيه تقريبا 62 أو 65 دولة عضوا فيه منهم المصر الجمعية اللي بيرأسها الكابتن مجد عبد الغني منذ أن بدأت يعني محدش عرف حاجة عن اللاعبين المحترفين والجمعية إلا لا بذكر الكابتن مجد عبد الغني تبدأ لأستاذ جلال محمود في البداية آه بس ملحقش مسكين دعا ده كم سنة يعني بس استلب منه الكابتن مجد فأصبح هو ده الوضع الدائم لها فحبه يتضامن مع عبدالله السعيد أو يدفع عن عبدالله السعيد كل ده حق على فكرة لأن هي أصلا هدفها عشان الناس بس ما تروحش بعيد ليس أكثر من التضامن والمسندة والدعم للعبين المحترفين هدفها هو ده بالضبط في تكوينها تهدف فيفدرو لزيادة التضامن بين لعب كرة القدم المحترفين والتحادات اللاعبين يعني التضامن بين اللاعبة واتحاداتهم وتسعى لتقديم وسائل التشاور والتعاون المتبادل للتحادات اللاعبين أو جمعيات المصالح الأخرى لتحقيق هدفهم مع العمل على تعزيز مصالح لعب الكرة المحترفين والدفاع عنها والتركيز على حرية اللاعب في اختيار النادى الذي يريده في نهاية عقده الاتحاد الدولي لللعبين المحترفين لا يكتفي بس أنه هو شريك مع الفيفا لا هو عنده شراكة أساسية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باعتبار أن أوروبا كقرة المنطقة الأكثر اكتزابا وجذبا لللعبين المحترفين وكمان البرلمان الأوروبي والمفاوضية الأوروبية دول بيمثلوا شراكاء مهمين للاتحاد الدولي لللعبين المحترفين في سبيل تحقيق أهداف المنظمة الخاصة برعاية حقوق العديد هو طابع لمن أنا لحد الوقت مش أدراه هو منبسق من الاتحاد الدولي ولا هو كان انضم أو اعترف بالاتحاد الدولي شوف هي نقابة دولية للعب الكرة المحترفين تهتم بشؤونهم واخدلك تأسست عام 65 مقرها كذا بتضم 65 اتحاد لكن ما هيش منبسقة من الاتحاد الدولي لا 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 هي دي حاجة منفصلة لكنها الفيفا بالنسبة لها شريك والاتحاد الأوروبي شريك والمفاوضية الأوروبية شريك دول كلهم شراكاء للاتحاد الدولي للعبين المحترفين بهدف تفعيل دور ورسالة الاتحاد الدولي للعبين المحترفين على أداء رسالتها رسالتها تكمن في ايه التضامن مع اللعيبة تحقيق مصالح اللعيبة تحقيق التعاون بينهم وبين الدول بتاعتهم حل مشاكلهم وأيضا الدعم المعنوي لهم في نهاية عقودهم هي دي رسالة هذا الاتحاد بس أنا يعني اللي محيارني طبعا مهم جدا أن يبقى كل عنص من عناصر اللعبة له كان يدفع عنه أننا لم نرى هذا الاسم سبق أن طرحه في عشرات المشاكل اللي كانت مع اللعيبة سواء مصريين أو أجانب أو لهم حقوق الاسم ده لم يطرح لدرجة أننا طب هو هو إيه اللي خلى واحد زي كهربا ما 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 قضيته ما راحتش للفيفبرو فيف إيه؟ فيفبرو 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 ما راحتش للفيفبرو أو ما ترحتش ليه؟ يعني هل هو اللاعب اللي بيودي الحاجة ولا فيه حد يعني عايز أقول حاجة جميل جدا لكن الصياغة أستاذ إبراهيم بقى طيب هم وقراتهم ملزمة؟ لا ما فيش قرارات ما فيش قرارات بصوا دي جمعية دولية لا تصدر قرارات ما لهاش قرارات لها دعم ولها مواقف ولها مساندة لكنها مشجية اختصاص يعني كله أدبي يعني يعني إنك أنت بتروح تقول للناس عيب كده أو أقفوا مع اللاعب ده أو اللاعب ده فين لكن إيه قوتها قوتها كيف تجلب الحقوق شوف هي ما هي برضو إحنا هي هدفها يا جماعة تنظيم حقوق اللاعبة بين اللاعبة مع بعض إزاي تتضمن مع اللاعب وتسانده بس ما لكش إن أنت تتغول على ما هو خارج نطاق اللاعب يعني ما لهاش سلطة على الانتحاد المصري لكرة القدم أو على اللجنة الأولمبية أو على الانتحاد الدولي لكرة القدم أو على أي نادي بقى هو عضب أو هيئات التحكيم ولا أي بالتالي طبعا ولا أي هيئة التحكيم ولا محكمة طب هي لم تناقش قرارات هيئات التحكيم بهذا الكلام لأنك إنت هو جاي بيقولك الأهلي اقرأ اقرأ القرار عشان نشوف هو في الآخر هو ده بيصيب الأهلي ولا بيصيب الحكم بص يعني هي في كل ما يتعلق بوضع عبدالله السعيد استعراضة الأمر من وجهة نظرها أو من وجهة ما رفع عليها من معلومات وهي دي آخرة ما صدر في ده مرفوع له من الجمعية المصرية للعبين المحترفين لابد نحدد اللي جاءها الدولية مش جاها مراقبة مش قاعدين فتحين على العالم كله عارفين الدنيا بيحصل فيها ايه لابد نوصل لهم ما يفيد الموقف في مصر ايه مش هي من دورها أنها تتحقق ويتتحقق هي تفتح على كل العالم تشوف لا جالها وراء ما تشفين أنا عارف أني جالها لما جي لي وراء السيد إبراهيم من طرف مش أخاطب الأطراف الأخرى واعرف بيت المشهد ايه دي لو هي جهة تحقيق هي مش جهة تحقيق اما الجهة جالها شكوى من طرف اروح مهاجم على طول رح مطلعين بيان كله إسهاء وتجاوز في حق النادي الأهل ولا في حق بشكل غريب هل سمعكم الأول الزميل محمد شبانة استعرض هذا الموضوع نتكلم البيان بتاع الاتحاد الدولي لللعابين المحترفين بصراحة بيان بقى يسلم اللي كتبه يعني هو لو مكتوب يعني عشان يتكشف اللي زقه ما يكتبش كده يعني يعني لو حد عايز يكشف اللي زقه مش هيكتبه بالوضوح ده أولا الاتحاد ده أنا أول مرة نشوف له أي اكشن احنا كل اللي احنا عارفينه الاتحاد الدولي لي اللعابين المحترفين ده ما يعرفش حاجة عنه غير ان ليه فرق هنا مسكوا كابتن مجد عبدالغان بس إنما التمطيعة دي يعني إنه يتمطع ويخش يكتب بيان المستشار القانوني بتاعه ويقوم أقيل لك بقى في البيان من ضمن الحاجات يقول لك إنهم مدهشين جدا من حكم مركز التسوية وإن جالهم فزع طب لما المحكمة دي اتنطرت كده وتفزع يعني هتتفزع بقى من كهربا أو الزمالك مش وقت حكم 2 مليون دولار على كهربا وكهربا توقف مش هتتفزع المحكمة هنا بقى أول مرة شوف في حياتي تصريح أو بيان من حد في هيئة رياضية معترض على حكم محكمة أولا يعني يعني مفترض الاتحادات دي اللي بترسي فكرة أن اللجوء للمحاكم الرياضية هو الفصل والفايصر ما تتخنقوش مع بعض بيش حاجة يسمعها حد تتخنق مع حد هو مش المحكمة حكمها هو عنوان الحقيقة ولا هو عنوان الحقيقة لما نحب فحنا أعتبر البيان ده معمول إيه بقى مجاملة جدعان الحد حد صرف عليه حد صرف عليه طيب السيد محمد شباني بقولك البيان ده حد صرف عليه جب من الآخر القصة لأن هي مست النادي الأهلي كابتن مجدع بغاني كرئيس للجمعية المصرية لما حب يدافع قال ثلاث نقاط في هذا السياق قال أنه استعرض موقف اللاعب ولما حكى الموقف القانوني قال لما يكون الاتحاد الدولي خاد قرارات هنا صعب جدا أن مركز التسوية والتحكيم ياخد قرارات عكسها لذلك الاتحاد الدولي هو هنا للحقيقة وللقانون لازم نوضح هو مركز التسوية تصدد للمسألة ليه هي ببساطة شديدة جدا لو تفتكروا عبدالله السعيد لما راح أهل جدة بيعه لأي نادي في مصر إلا عن طريق النادي الأهلي وإلا النادي الأهلي يستحق 2 مليون دولار لما أريد أن عبدالله السعيد يجي بيراميد كانت فيه عملية التحاول أنه أهل جدة يفسخ العقد بينه وبين عبدالله السعيد فهنا يبقى عبدالله السعيد لعب من حق وينتقل لأي مكان عشان الأهلي يطلع برا الموضوع الأهلي بعت للاتحاد المصري يقول لهم حصل نوع من التحايل على هذا العقد وإنه هذا الفسخ اللي تم بما يهدر حق النادي الأهلي اتحاد المصري ما تصداش للموضوع اتحاد المصري اللي فتح أبوابه يوم الجمعة ومن غير ما ياخد حتى رسوم التسجيل وأنا عارف بقول لكم إيه سجل اللاعب عشان يلعب في نفسه اليوم فالاتحاد اللي عمل ده هو الاتحاد اللي كان لا يمكن أبدا هيرجع ينصف الأهلي فيه شكواه ضد نادي أهل جد هو نفس الاتحاد أو طوابعه اللي بيسجل عقد اللاعب بعد بعد معاد تسجيله يعني العقد اللي ما تسجلش خلال صهر صهر بيسقط فترجع تسجيله بعد معاد تسجيله بيزمن ويهضر حق اللاعبين يعني ما هو ليه النادي الآلي لما تقاله أصداد الاتحاد المصري مش هينظر في الموضوع لأنه فيه طرف سعودي في العقد العقد السلاسي الأهل الراحل الاتحاد الدولي اتحاد الدولي شاف دفوع النادي السعودي نادي أهل جد وده النقطة المحورية المؤثرة في سياق الأحداث أنه أهل جد لما جي يفسخ العقد مع عبدالله السعيد حط بند في الورق أنه اللاعب يتحمل وحده التبعات القانونية الناجمة عن هذا الفسخ للعقد يعني لو خصلت أي مشكلة قانونية دي بتاعتك مش بتاعتنا يعني إذا الفسخ بناء على طلب اللاعب ولا النادي اللاعب بناء على طبعا ارتضاء الطرفين ولكن اللاعب يتحمل التبعات القانونية ما هو اللاعب مش هيمضى على دي إذا كان دي رغبته فهمني اللاعب عايز إفسخ معايا بقى والنادي ما عندوش مانع إفسخ بس ما تحملنش بقى أي خروقات للعقد حصل إيه بقى النادي الأهلي لما ترد عليه من الفيفا الفيفا بص لقى النادي السعودي برا الأحداث بموجة بالبند اللي اتحط فأصبحت القضية بين نادي مصري ولعب مصري النادي الأهلي وعبدالل السعيد رجحها للاتحاد المصري عشان الاتحاد المصري يبت فيها لأن أصبحت مشكلة داخلية بعد بل الأهلي جد خرج من الموضوع بالبند اللي حط اتحاد المصري هنا بسلامته مرضيش يتصد للموضوع زقها بالعصايا زي ما المهان سعاد بيقول ليه عم قالك ده موضوع سبق الفصل فيه سبق الفصل فيه ده الفيف رجعه لك قالك احكم انت انت بتجري ليه انت بتخاف ليه انت بتتهرب من الموضوع ليه هنا التطور القانوني للنادي انه يلجأ لجهة الاختصاص القانونية اللي هي بعد لجنة فض المنازعات او بعد اللجنة التظلمات في الاتحاد المصري اذا وجدت تروح بعدها للمحكمة الرياضية المصرية اللي هو مركز فض المنازعات وانا هنا مستغرب نكبت مجد عبغاني في دفاعه قالك الاتحاد المصري ما تصداش للموضوع لان الفيف حكم فيه الفيف ما حكم الفيف رجعه لك كالتحاد مصري انت كالتحاد مصري تقعست على ان انت تتناول الموضوع قالك هو الاهل اللي راح مركز المنازعات لانه ده المركز القانوني انت اللي مش عايزين تعترف بشرعية القانون الحاكم القانون القانون المصري 71 ل2017 المنصوص عليه في الدستور هو نفس القانون اللي شرع فكرة مركز الدراسات مركز الفض المنازعات وقال القانون في المادة 66 وده كلام للكابتن ماجدي ولكل الناس اللي بتتساءل هو الاهل اللي راح مركز الفض المنازعات راح لتسوية المنازعات لانه هذا المركز ينشأ باللجنة الانبيئة المصرية كمركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي له الشخصية الاعتبارية يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والتي يكون احد اطرافها من الاشخاص او الهيئات او الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة او التوفيق او التحكيم الرياضي المادة 67 نظامة اختصاصات هذا المركز ان هي بناء على شرط او مشارطة التحكيم الرياضي يارد في عقد او يارد بناء على لائحة هيئة او هيئة متعلقة بنشاط رياضي وحدد اختصاصات هذا المركز في النظر في كل العقود المتنازع عليها هنا اتجاه الاهلي كان الاتجاه القانوني السليم 100% الاهلي اخذ حكم على عبدالله السعيد انه يلزم بدفع 2 مليون دولار قيمة ما تم النص عليه في العقد الذي تم فسخه بالتحايل لانك انت العقود لما بتتفسخ انت ممكن بتفسخ عقد علشان اللعب خلاص هيعتزل يعني لاعب ماضي في نادي اربع سنين وبعد سنتين خلاص هيبطل فبيتفسخ العقد بين الطرفين وكل واحد ما فيش مشكلة لكن انت هنا بتفسخ عقد للاعب هو احسن لعب في مصر لمدة 3 سنين بعد فسخ العقد يبدأ ما كانش فيه مبرر موضوعي ومنطقي للفسخ الا التحايل عشان كده مركز التسوية والمنازعات وهو مركز تحكيم يعني الطرفين كانوا ممثلين يعني المحامي بتاع عبدالله سعيد اختار محكم والنادي الاهل اختار محكم وفيه محكم مرجح هاية التحكيم في مركز المنازعات لما بحثت الامر شافت انه لا فيه تحايل حقيقي تم بهدف اهدار حق النادي فحكم للاهل ب2 مليون دولار هنا كان فيه جهة استئناف داخل المركز وديتعالجت في السنوات الاخيرة لما تولى الدكتور اشرف صبح وزارة الشباب الرياضة انه تم اضافة لجنة استئناف او درجة للاستئناف في مركز المنازعات بعزمة باش محكمة الهيئة الوحدة اي واحد يصدر ضد حكم من حقه يستقنف ضده في مركز التسويع استقنف المحامي الخاص باعبدالله فتأيد الحكم لصالح النادي الاهلي اصبح حكم واجب النفاذ لا جدالة فيه راح عبدالله المحامي بتاعه حاب يدول المسألة راح للمحكمة الرياضية الدولية راح يقول ايه انه في مركز التسويع في مصر خد علي حكم ب2 مليون دولار ثم لما انتنى عن الدفع استصدر المحامي الخاص بالنادي الاهلي الستاذ محمد عثمان حكم بالحجز على ارصيد عبدالله السعيد لتنفيذ الحكم هنا راح للمحكمة الرياضية الدولية كاس كاس قالت مدام الامر منظور في جهة حكومية مصرية وصدر فيها هذا القرار مش بتاعنا يبقى تروح بقى للفيدرالية السويسرية انا ماشى استاذ برئيب برضو في الحتة دي عشان يقول لك هو انت ازاي بتحجز على مستحقات لصالح جهة هو وإن حصل في موضوع الكابتر رمضان الصبحي والنادي اللي راح له هال سيتي هال سيتي لما كان باقي الاسط الاخير اسط باقي دي ما فيهاش حقوق ولا تخضير ولا حكام لأ الجهة المختصمة للنادي الاهلي ها قالت لهم ميسك شركة ميسك اي شركة من الشركات قالت ان احنا فيه عملية تسوية احجزوا ده اي فلوس تدخل ناخد ناخد رغم من ده شأن مختلف يعني انا ويلت متخنقين على حاجة ودي فلوس لكن القانون بيمكنك من حقك استاذ افراهيم انا عايز اقول لك لأي مادة انت لك بقيت حق بقيت ده مش حكم بغرامة ده بقيت عقدك مع اللاعب القص الأخير اللي هو الاثنين مليون السليني نجحوا انهم يجمدوهم حتى بعد ما كسبنا القضية وبعتنا لسر هالستي هالستي استوكسيتي 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 ما تصرفوش الا السنة دي يعني انت فاهمني اذا مسألة ان انت بتجري ورا حقك القانون بيسمح لك انك تحجز اي وده اتمارس على النادي الاهلي مش متمارسي اي رغم ان القصة مختلفة ده مش فلوس غرامة ولا فلوس تقديرية ولا فاسخة ده بقيت قصة أخير من حقك فانت طبيعي الاهلي اللي ما عملش كده قد يتهم وغالبا كان في حد حيقولك اهضار ملعام صحيح هنا بقى الامر التوضيحي ده اللي التساءل فيه كابتن مجد عرغاني هو الاهلي ليه ما راح مركز التسوية وفض المنازعات لان ده المسار القانوني الطبيعي رقم اتنين ان ده هيئة المحكمة الرياضية المعترف بها قانونا والموصى عليها دستوريا انت مش الدستور بينص على فض المنازعات بهذه الالية والقانون بيحدد مركز الفض وقليته واختصاصاته وتشكيله وهيئته هو معمول ليه مش عشان الهيئات الرياضية تلجأ له صحيح فده كان الهدف لكن بين الحق والتجاوز انت الاهل يستخدم حقه القانوني ازاي يسمح الاتحاد زي ده بهذا الشكل وبهذه الكيفية كالتحاد دولي انه يتجاوز ويسف ويبتزل ويهبط ويندرج الى ادنى مستوى في لغة هو مش بتاعته شغل زي منظم ولا يجب ان كان يسمح ليه انه يتطول في حق اي كيان مصري ده مش النادي الاهلي بس ده شغل ده اللي بيعملوه بعض المنظمات الحقوقية الفزدة اما تحب تؤثر على قرار دولة فتتهمها بانتهاج حقول انسان رغم ان يعني انت مثلا عندك هنا واحد اعترف انه حرق وعمل وتفاخر بهذا وخذ حكم ايه شأن حقول انسان انه هو يقولك ازاي تحكم عليه تدقل صريح فحقك انك انت تحمي كيان دولتك او كيان مؤسستك او كيان هناك القانون اتعامل عشان الناس تاخد حقوقها مش عشان تيجي منظمات خاصة تحاكم وتشوه وتتهم قرارات قرارات المحاكم الاعتراض الانزعج من اجراء اتخذ النادي الاهلي حصل بيع على احكام اذا انت مستق من الاحكام مش من الاجراء لو الاهلي كانت قالوا لا مالك كان حد هتدخل اذا انت مستق من الحكم مش من النادي الاهلي النادي الاهلي طبيعي زي اي مؤسسة هتدور على حقه هتدور على حقه يعني في حاجات تانية هقولك يعني زي احنا مثلا زعلانين دلوقتي مثلا نادي في ويتش انا مش عايز اديك لعيب ما زعلش مندي لانه بيحتفظ به عشان يلعب به لكن هزعل ايه لو سابه ضد رغبته يلعب او ضغط على النادي تاني او ساب غيره النادي تاني لكن انا خلاص احتفظ به وانا اشوف مصالح برضو ان انا استرد مين وما استردش مين من خير خلاف ولا زعل خلوا الدنيا تمشي انسي يا بي بسلاسة ومنطق ويبقى بيحكمها يعني تساوي الحقوق هو ده هي ده الخلاصة يا جماعة الاهلي راح للمحكمة خد حكم عبدالله السعيد يروح للمحكمة يتعامل ضد هذا الحكم الاهلي عشان ياخد الاهلي التنفيذ هذا الحكم لازم ان ياخد حق اللي نص عليها الحكم ايه الاهلي ان الحكم بيصدر قرار او بيصدر حكم بالحجزة على الارصدة لحين الوفاء بالحكم الصادر او بالقيمة الصادرة هنا المعاملات قانونية بين كل الاطراف من الحقيقة تستخدم كل اسديدها القانونية للدفاع عن مصالحها حتى عبدالله نفسه من حق انه يلجأ ضد الحكم ويستأنف ويطعن ياخد كل الاجراء القانوني الكامل بالنسباله ده حق قانوني ما تقدرش تديه لنفسك وتحرم غيرك منه بس لما يصدر حكم بهذا الشكل ما ينفعش ان احنا نبعت للهيئات الدولية تبعت تجاوزات بهذا الاسفاب ابدا لا ضد الاهلي ولا ضد اي نادي ولا ضد اي كان في مصر اه اللعب مصري ولعب محترف ولوه جهة تدفع عنه بس بالقانون ممكن نسألك سؤال ممكن نسألك سؤال موكمان اللجوء الى جهة زي دي عشان طلع بيان ادبي غير ملزم برضو يحيارك هو ده ممكن يستخدم مثلا ان يروح لدرجة من درجات التقادي الدولية لا لا ده ملوش غير انه بيان اعلامي تشهيري لا اكثر ولا اقل نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم ما تخافش على الاهلي ألم بحضرتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي وراه جمهور يحميه ويسند ويدعمه في كل الظروف ويتحد ويلتأم ويلتف حوله في كل المناسبات ويتنبه ويتنبه وينتبه لكن كمان وراه كل هذه الأسانيد القانونية في الدفاع عن حقه مش اكتر ويبقى هناك كلام كثير ب بعض مثل سانو اعترافات من هنا وهناك حياء اعترافات كتيرة فيها كتير لصالح الاهل وفيها كتير بيظهر حقا للاهل وفيها كتير بيوضح مواقف كانت بتلتبس على ناس كتيرة كابتن دياس سيد في قناة أون تايم سبورتز هل الاهلي لعيبته انتهت قال الاهلي الصورة الباهتة اللي باء ظهر عليها الفريق في المباريات الاخيرة في الدوري واستدعت اراحة الكبار والدفع بالشباب ده معناها ان الاهلي ما عندوش لعيبة فعلا الرأي مهم اللاعب ومدرب كان في منتخب مصر ودلوقتي بره المسئولية كابتن دياس سيد نشوف الاهلي عندو لعيبة ولا ما عندوش طبعا طبعا لعيبة جامدين لعيبة كويسة جدا مشكلة اللعيبة اللي موجودة دي كانت انها خلاص جات الوقت اللي هي بره فرمتها فهي لعيبة أو تسعين في المية من قوام الفريق كان قوت الفرم ما بين إصابات وما بين إجهاد لكن وهي بفرمتها خدت اتنين أفريقيا خدت سبع بطولات خدت سبع بطولات وهي بفرمتها حاطين دفع هو أصل السؤال هو ده مربط الفرس محدش قال لك احرق الأرض وزراحها من جديد اللي بيقوله كابتن ضياء كابتن حقيقة انت اللعيبة دي استهلكت استهلاك أدى إلى إصابات أدى إلى ملل أدى إلى إرهاق أدى إلى فقدان الحالة البدنية ان للنادي الأهلي لو تذكره في بداية الموسم كان كل الناس بتتكلم أن الأهلي يكتسح لأن حالته البدنية متفوق على أي نادي آخر ومن غير حالة بدنية لا تعرف تنفذ مهارة ولا تعرف تفكر صح ولا تعرف تلتزم جماعيا ولا تعرف تنفذ تاكتك ولا يعني أنت الإرهاق بيخليك أنت نفسك في عملك أحيانا الحل في مشكلة يبقى قدامك لكن أنت مش شايفه وأنت مرهق فاللي بيقوله كابتن ضياء طبعا لأنه راجل مدرب متمرس وعايز يعني يحلل بشكل موضوعي فقال آه عندنا لعيبة لازم نعرف دي طب هو معنى كده أن عندنا لعيبة أن احنا يعني مش عايزين تدعمات أو ما ندعمش ما تربطوش بين الاثنين لكن لازم نأكد أن لعبتنا في حالتهم هم أحسن لعيبة في مصر برضو ما زالوا كلهم في وقت ما كل واحد في اللعيبة والسلامة كانش مرشع أحسن لعيبه قابله أيمن أشرف وقابله ومحمد شريف كان هدفه هؤلاء ومجدي أفشا طبعا لازم نقول أن نسق في قوام فرقتنا ونسعى إلى التدعي الحياة في السياق ده أنا أفتكر الأسبوع اللي فاتع عرضنا لكم فيديو اللي الأستاذ حسن مستكاوي هو بولي يا جماعة أنا بفكركم أنه لغاية الأسبوع 15 أو 16 في الدوري اللي كان أحسن فريد ودي حقيقة بالنتائج وبالصدارة كمان كانت النقطة المهمة اللي أنا بفكركم بيها الناس اللي كانت ضد مسماني يقول لك مدرب معرفش إيه بس اللي عمله أحسن سكواد اللي عنده أقوى دكة كان الكلام ده بيتقال أو بيستخدم طعنا فيه مسماني لما تبقى عايز تقلل من شهن مسماني بتعلق قيمة اللعيبة اللي موجودة وإن الأهل يوفروا اللبن العصفور والأهل جاب له والأهل عنده دكة والأهل عنده دكة مهمة جدا ده بس إيه علشان نرجع لأنه فيه 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 مسمين تقريبا ده موسم واللي بعد منه موسم ده حمادة وده حمادة تاني موسماني أو ده موسماني وده موسماني تاني اللي حصل بعد كده أسباب الناس بتغفل منعشتها شوية حصل تراكم حصل تعامل في الشق البدني مش سليم إجازات وراحات ثم إصابات ثم ييجي الإجهاد مع ضغطة المباريات في الفترة أنك انت بتقدم واجلات قدتها في فترة قصيرة جدا واللعابة منهكة وكان بدأ الكرف ينزل بشكل حد وسريع هنا ما حصلش التدوير سليم وانا قلنا قبل كده هنا ده اللي لازم نتنبه ليه في اللي جاي لأنه تقريبا نفس المشكلة أفقدت الآل البطلتين بطلتين الدوري وورا بعض كان السبب المباشر هو ده تخيل لما حصل تدوير سليم رغم الشباب لا قبل الشباب في كاس العالم انت خصب عنك رغم أنفك استخدمت اللي مش دوليين استخدمت الناس اللي ما كانتش بتلعب مع بعض الصاعدين فتكسب منتيري اللي قبل كده غلبك أربعة في كاس العالم وبعدين تكمل ببعض التدعيمات اللي جاية بعد ما خدت يعني قسط بسيط جدا من راحة عشان تكتسح التالت والربع المسألة واضحة 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 أن لعبتك الهلال السعودية الهلال السعودية أنا عايز أقول لك بقى أستاذ إبراهيم فكرة التدوير دي وكان دا على فكرة هو كان الانتقاد اللي بوجد المسلمان أنت ليه معتمد على قوام رئيسي ما بتفكرش تعتمد وحتى تغييراته في اللي عايز أشوفهم كانت في الدقائق الأخيرة السوان الأخيرة مرة يعني مجرد مشاركة أو أو ليه علاقة بالعقود أو ليه علاقة بأن الرجل موجود يعني إحنا شايفينك بس ما كانش دا تدوير فهو دا يا جماعة إنما ما عندكش لعيبة إزاي أنت عندك مشكلة حقيقية تتعلق بالحالة البدنية بتاعت اللعيبة اللي أصيب منهم عضليا أصيب واللي أجهد وأرهق ارتاح عشان كده كان قرار إراحة اللعيبة دا إنقاذ للموسم اللي جاي إن شاء الله واحد من اللي أصير عليهم الكلام الفترة اللي فاتت أحمد ياسر ريان مهاجم الأهل اللي انتقل لسيراميكا كلوباطرة بعقد المدة أربع سنوات واحتفظ الأهل في هذا العقد اللي نفسه بحق استعادة اللاعب بقيمة معينة إذا ما راغب فيه خلال مدة العاد وإن الأهل تكون له هذه الأولوية والده بقى كابتن ياسر ريان لاعب ونجم ومدرب الأهل السابق اتكلم في موضوع أحمد لو نادي الزمالك حط الاتنين ونصف مليون وياخد أحمد ياسر ريان لا صعب ليه لا صعب لا لا نطر مرح لا أمي شاينفع واحدة واحدة ما نقول لك ليه أنا هقول لك بس السؤال وانت هقول للي أنت عايزه طب لو عمل زي عبد الله السعيد وفاسخ عقده مين لا خمسين طريقة يا مهيم بص يا مهيم فيه في اللواحة حاجات كتير يا مهيم أحمد ابن النادي الأهلي حقا على الموضوع لا 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 بص الحاجة الوحيدة إفرد الأهلي مش عايز أحمد يا أخي فيه أنده كتير في مصر كويس إفرد الأهلي مش عايز ما نقول لك أهو فيه أنده كتير في مصر كويس انت هتمنع نروح الزمانك آه افرد هو رغبته نروح الزمانك لا مش رغبته قبل كمان أحمد بص لك الحاجة مش أحمد طلق أعراض آه راح فين راح سراميكا وراح الجولة أيها فيه عارة النادزة أو الأهلي هي عارة النادزة ملك لا مصدش كعارة لكن إنت ما تمنش بكرة فيه يا كابتس المبدأ نفسه أنا عارف الأجواء اللي أنا أبني عارفه يقدر يعيش فين كويس وخد بالك المنظومة الجواء النادي الأهلي أنا عايش في النادي الأهلي عشر سنين فاكر اليوم اللي دخلت منه فاكرت اليوم اللي خارج منه بتستمتع بالحياة في النادي الأهلي اللي ملعبش في النادي الأهلي كورة ملعبش كورة طيب موقف واضح جدا من الكابتن ياسر رايان وابنه على لسان الكابتن ياسر ولكن ده يعجب الأستاذ مهيب لا لازم يجادل لأنه عايش يسمع إجابه معينة لم يجدها عند الكابتن ياسر رايان وهنا أنا بس عايش أقول حاجة فيما يتعلق بالكابتن أحمد ياسر وموقفه من النادي الأهلي على المستوى الشخصي أنا بحب اللعيب ده جدا وهو متحيز له وشايفه أنه لعيب مهم وأنه جاي 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 إن شاء الله وفي نفس الوقت شايف أن شادي لعيب كويس جدا ولعيب مهم ونوع تاني نوع تاني من الهدفين يحتاجه النادي الأهلي القوي الهجام اللي عنده المرونة يعف أكتر من حتة كمان نوع تاني فالمقارنة بين ده وده ما هيش يعني يدايا ده ما ينفعش الاتنين كان ممكن يكونوا موجودين لكن لماذا تواجد شادي ولا ما تواجد كابتن أحمد ممكن يكون الكابتن أحمد نفسه شايف إن كفاية عليه أعراض يرجع يعني أروح أشوف عقد بقى مستمر في استقراره هذا حقه طب هو النادي الأهلي وفق كده لا النادي الأهلي عمل حاجة جديدة أيضا هتعلم كل ناس التعقدات وهي بتعملها إنه حط مبلغ محدد موش كبير كأنه اشترى شادي أنا ممكن أرجع طبعا أحمد ياسر لو دفعت مبلغ كذا لنادي هو راحة فيوتشر راحة سيراميكو لنادي سيراميكو سيراميكو وكابتن أحمد ياسر وفق على هذا الكلام إذن اللي بيقوله كابتن ياسر أنا أنا بصدقه مية المية أحمد ياسر ابن النادي الأهلي أبو استمات على يد دانا بقى كان يصحين الفجر ياسر يا حاج لقيت تليفون بيرن في بيت حمات أنا أعرفش جاب النمرة من إيه طلب البيت عندي قالوا له دا عند حماته الدهاني إيه الفجر كان في برشلونة وبتكلمني حاج عملت إيه مع المنتخب الأولمبي أيوة عملت إيه مع المنصور قالت تليه هاسر الساعة ستة الصبح وقال عند حماته اتطم يا ابني حتى كابتن صالح معرف المكالمة دي قال له روح خلص يا عدلي خلص يا عدلي خلينا نخلص طالما ده وقمت فاهم الله أرحمه الله أرحمه فالنوعية دي انت بتحب أنه تبقى موجودة هو النادي الآية يعني وبعدين ما تقالك أن النشادي ده كان أهلهم درجات يعني يعني هد نوعية تحب تكون موجودة النادي الآية وانا متأكد أن أحمد ياسر بإذن الله حيثبت وجوده وحيرجع النادي الآية بمناسبة اللعبة اللي بتحب رد تصريح كده اللعب في الزمالك إسلام جابر بقول لك لو عرضوا علي ألعب للأهل مش هوافق لأن أنا مبسوط في الزمالك أطمنه 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 خلاص طب أنت مبسوط في الزمالك وإحنا مبسوطين إنك في الزمالك بتخلق مشكلة بترضيع عشان يحصل فيه رد ربنا يوفقك فينا هذه الزمالك اللي أنت بتحبه وما بتحبش النادي أطمن اللي ما بيفكر لن يسعى ده كان رأيي لكن على ذكر بقى نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو لعب محترم لعب متميز لما سئل على الفار وفوز الأهل بالفار كان ليه رأيي محترم نسمعه الفار بيدي على الأقل 90% من العدالة لأن الفار برضو بترجع لرأي الحكم أنا ممكن الحكم أروح أشوف الفار شايفها وجهة نظر غير وجهة نظري نحن برضو بنشوفها وبنعيدها لكن هو عليه قرار ف90% من الفار ده عدالة باش الناس السنة دي كانوا بيشكسوا جمهور الآلي بيقولولهم عشان فيه فار الآلي ما خادش الدوري تفتكر هو ده حقيقي؟ لا طبعا لا 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 ممكن السنة اللي جاي الأهل ياخد الدوري ممكن بيرامتس ياخد الدوري ممكن احنا كمان ناخد الدوري وعوالي بس انت بش مع فكرة انه الآلي كان بياخد الدوري عشان ما كانش فيه فغر لا ما قدرش اقول كده يعني ما قدرش يعني صراحة ما قدرش اقول حاجة زي كده بس اهو اكيد ربنا ليه سبب في حاجة زي كده اه اه يا عمر حيجي يومك انتظر بيلطم بيلطم حيجي هنرجعك بإذن الله لحالتك الحلو الطبعية العيه كلام محترم من زيزو لانه قالك لا ما قدرش اقول كده ازاي يعني وبعدين انا على فكرة للمرة التانية والعشرة الناس اللي بتتكلم على انه لما اتعامل الفار في مصر اللي قال لي ما اخدش الدوري لا 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 اخد الدوري لا اسمع اللي اخد الدوري الموزم اول موزم اتعامل فيه الفار بس على فكرة الفار المحترم السليم اللي ما بتتشلوش الفيش عشان يتحط كاتل الشاي والفار اللي ما بيستقبلش تلفونات بالتوجيه والفار الملون ده الفار بتاع افريقيا وبتاع بطولة كاس العالم للاندي الفار يا جماعة خرق القانون وتدخل في لئة ما ليست من شأنه في مشهد وحيد على مستوى العالم فوانتوا بتقولوا الفار في مصر لما دخل لا الفار بتاع افريقيا وبتاع العالم كله انصف الاهلي هو ده لكن الفار بتاعهم بس انا موفقهم تماما يا ساذ براهيم انا موفقهم تماما الاهلي ما خدش الدوري عشان فيه فار متحيز فار سعى الى تقليص حق النادي الاهلي وضيعه فار كان يرى لونا واحدا فار بلون واحد نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف فار تاني اهلا بحضراتكم من جديد الحياة في سرد الاعترافات من هنا وهناك شفنا كابتن ضياء السيد وازمة اللاعبين وشفنا الكابتن احمد سيد زيزو والفار مع الاهلي وشفنا كمان كلام مهم جدا في هذا السياق لكن المدير الفن السابق لمنتخب كودفوار باترس بوميل رجل فرنساوي متابع جيد جدا للكرة المصرية على وجه التحديد وله رأي في الاهلي المر بيه السنة عشان تشوفوا قدي البطولة المصرية وانديتنا متابعة من الخارج نشوف الاهلي الذي يشجعه ما يقرب من ثمانين مليون اهلاوي في مصر فهم محبطون جدا هذا الموسم بعد ان وصلوا لنهاء دور ابطال افريقيا وخسروا البطولة امام الوداد وبالتأكيد هذا سبب احباطا كبيرا وجاء ترتيب النادي الاهلي ثالثا في الدوري ولذلك هو موسم للنسيان والاهلي سيبقى هو الاهلي واعتقد انهم سيفوزون ببطولة في القريب العاجل ففي بعض الاحيان تكون اعادة البناء شيء جيد والاستعداد للمستقبل ايضا شيء جيد جملة قصيرة متقطعة ولكن كل جملة منها في كبد الحقيقة وهما واحد فاتف بوميل ده بقدره يرى الازمة كده ويرى ان ما حدث الاهلي منطيقه وان الاهلي يسير في طريق الاعلاج بشكل سليم وصحيح يعني يتطمنك ما انت بتاخد بالاسبابها طيب ده فرنساوي عمل في افريقيا عراقي ونجم ومحلل الكبتن ميثم عادل نشوف الاهلي المصري هو ايقونة الكرة الافريقية ايقونة الكرة العربية هذا الفريق العريق الكبير الذي لا احد يجاريه في المبادئ وفي القيام وفي الاخلاقيات وفي السلوكيات وايضا على ارض الملعب دائما ما يحقق الانجازات سطوتة وهيبتة مفروضة على كل مجال في كرة القدم وعلى كل مجال في الرياضة وعلى كل مجال في الاعلام وعلى كل مجال يتعلق بالمبادئ والقيم هذا هو الاهل المصري قلعة الكؤوس المارد الاحمر الذي لا احد يستطيع ان يوقفه اليوم واقوى واكثر فريق تاريخيا بالارقام هو فريق الاهلي الاهلي بقيمته وقدراته وصطوته وهيبته وشخصيته دائما ما يفرض نفسه على الجميع الاهلي اليوم امام صراع غير مسبوق ايضا هو يرى ان الاهلي اليوم في وضع مختلف امام صراع مش متكافئة الكلام ده يعني اهميته ايه اهميته انه بس زي ما احنا بناخد الناس اللي بتسخننا ناخد الناس اللي شايفها الحياة من برا عشان نبقى كلنا شايفينها وان كان الحقيقة انا مبسوط من الوضع العام دلوقتي وجمهير الاهلي والوحدة واللحمة اللي احنا فيها مع بعضينا كلنا في ظهر النادي الاهلي من غير راغي يعني حتى مش محتاجة زق المراتي فبإذن الله يخرج الاهلي من من هذه الكابول سريعا يعني طيب في الانتقالات والمفاوضات فيه مبالغات تحدث عنها المهندس فرج عامر اللي الحقيقة يمكن ساب سموحة وتفرغ لحب الاهلي نشوف فيه مبالغة في الارقام ولا الارقام اللي بتتعرض النهاردة لانه فيه بعض الانديها بتحاول تباوز صفقة هنا صفقة هنا كل واحد عايز يخطف من دم ده ايه اللي بيتم في عزل المجال هو بيرامدس كلما الاهلي يدخل في لاعب يروح يغلي على اللاعب سواء محلي أو بيرامدس بيرامدس يعمل كده هو طبعا فيه منافسة بين الاهلي والزمالك دي حاجة تقليدية دي تعودنا عليه على طب دلوقتي بيرامدس دخل في الموضوع دخل في الموضوع وبعدين طبعا المصري وعندهم فلوس كتير ماشاء الله بيرامدس مش كده طيب يدفع يعني بس أقولي ستا حاجة الغالبية العظمى من اللاعبين تتمنى تلعب في الاهلي يعني تأكيد على المؤكد طيب ان المشهد واضح ان كنت أول ما بتقوله ان عايز اللاعب الفلاني يهرول خلفك البعض لتعطيل الصفقات للدرجة دلوقتي النادي اللاعب يعمل حاجة لطيفة قوي يعني بيقولوا يعني التسريبة تمشي والأهلي يسكت ما يعلقش عليه فينقض من يريد الانقضاد وينتزع الصفقة بتمن غالي جدا وهي مش في بالي الأهلي بالأول والأهلي ما كانش داخل ولا كلم وما داخلش ولا تكلم فيه فشيل يا شاطر شيل يا حبيبي سيراميكا كروباترا مضى منذ قليل جون إيبوكا مهاجم إنبي وإنبي أعلى رسميا عن تسليم سيراميكا الاستغناء عن جون إيبوكا يعني سيراميكا واضح انه بيقوّف رقته رابطة الاندية رابطة الاندية أنا بس عايزة حتة التدعيم انت قلت سيراميكا وجون إيبوكا أنا شاب فيه اندية هتخش بشكل مختلف في السنة الجاي خالص أعتقد الإسماعيلي هيشهد مزيد من التطور أعتقد إن المصري لا عمل تدعمات قوية جدا جدا بعد مجاله فطرة كان بيفضل فرقة لا دلوقتي بيعبيها صح سيراميكا كروباترا دي احنا شايفين التدعمات اللي بيعملها اتنين مهاجمين هايلين قوي دلوقتي عنده أحمد ياسر وإيبوكا بخلاف اللي موجودين عنده لا فرقة هتبقى أيضا من الفرقة المتعبة جدا جدا الغموض بقى مع الفرقة اللي طالعة يعني عادة كمتر جيت والدخلية ومش عارف وأسوان أسوان اتحرك بادري برضو بشكل غير مسبوك ما تصورناش إن أسوان ممكن يجري يشتغل بالاحترافية دي وبتاع بس أنا مش عارف حاسس كده إن فيه حاجة مش هت أو الموضوع ده حيستمره لا لأن حتى شاف تصريحات كابتن هيسم عرابي مختلفة في الفترة الأخيرة بعد ما الدنيا جريت شوية لكن أنا بقول إن الأندية اللي بتصعد دلوقتي بتصعد عشان تبقى الموسم الجاي صعب جدا 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 طيب الموسم الجاي صعب والربطة بترت تبلو رئيس الربطة النائب أحمد دياب يتحدث في صدى البلد عن كابتن خطيب نشوفه الصور هنطلعها على الشاشة رسالة ربما كلمة وصف أي حاجة تحب تقولها النايب أحمد دياب رئيس ربطة الأندية والصورة الأولى الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود طبعا يعني هنقول إيه ما نقدرش نتكلم على كابتن محمود رجل يعني رمز من رموز الكرة المصرية وشخصية محترمة تمام كلا متوقع لأنه بيعكس رأيي تسعة وتسعين تسعة دايرة من أصعب الشأن الكورونا ده مؤكد ودي حقيقة وظهرت مبارع كمان بشكل واضح جدا هنطلع للفاصل الأخير وبعد هنا تواصل مدخدش على الأهلي أهلا بحضراتكم جديد إحنا بدأنا الحلقة بالحل هو لم الشمل وقلنا إنه النادي الأهلي في سر من أسراره الكبيرة إنه له مرجعية جمهوره دايما بيستلهم قصص وواقع وحقائق وتاريخ يقدر يستلهم منها الحاضر ويبني عليه المواقف التاريخية حتى أكرم الردين اللي تكلم قالك دي مش أول مرة ياما لما الأهلي مر بظروف جمهوره الاتحاد هذه المرجعية وهذا الدستور الأهلاوي المتراكم في قيمه ومبادئه ومواقفه شكلها وصنعها وعززها عظماء للأهلي على مدار التاريخ منذ نشآته عشان كده من أضاءوا طريق الأهلي طويلا كانوا عبارة عن الشموع الحمراء علي بك أبو الفتوح واحد من مؤسس النادي الأهلي لما هتسمعوا التعرير وتشوفوا سيرته ما سيرته تعرفوا قد إيه النادي الأهلي ده عظيم نسمعوا ونشوفوا المهندس العدلي هو أحد نوابغ رجال مصر وابن أسرة كريمة عريقة في المجد كان له باع طويل في طلب العلم وتحصيله ليصبح ركنا من أركان النهضة العلمية وتقدم الأمة المصرية إنه السيد علي بيك ابن أحمد أبو الفتوح باشا الذي ولد في بلقاس بمديرية الغربية في السادس عشر من فبراير عام 1873 لأسرة ثرية عريقة فوالده كان من كبار أعيان الغربية أما والدته فكانت ابنة أحد كبار المسؤولين في عهد محمد علي باشا وينتهي نسبه إلى الإمام حسين بن علي تلقى في طفولته تعليما تقليدية حيث أتم حفظ القرآن بكتاب القرية في الحادية عشرة من عمره ثم سافر إلى فرنسا فدرس في كلية مومبليه وجامعة باريس وحصل على الدكتوراه ثم عاد إلى وطنه وعين مساعدا بالنيابة في طنطة ثم ترقى إلى أن عين رئيسا للاستئناف ثم مديرا لجرجا ثم وكيلا لوزارة المعارف وله العديد من الكتب أبرزها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ومجموعة خواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع كما قام بترجمة كتاب الاقتصاد السياسي لمؤلفه ويليام استان لجيفونس وارتبط الراحل بالنادي الأهلي حيث كان أحد مؤسسيه حيث اشترى عشرة أسهم بقيمة خمسين جنيها وكان عضوا باللجنة العليا بالنادي توفي بالقاهرة في شهر ديسمبر عام 1913 بعد أن أثر الحياة القانونية والاقتصادية بأعماله المميزة ومقالاته فعد موته خسارة وطنية كبرى ورثاه أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدة من ستة وخمسين بيتا وحافظ بيك إبراهيم وإسماعيل صبري باشا وغيرهم من الأدباء والشعراء وقام النادي الأهلي بتنكيس علم النادي حدادا على وفاة الراحل كما قام بتأجيل الحفلة الساهرة التي كان سيحييها يوم الخميس الأول من يناير عام 1914 أسبوعين كاملين موسيقى أنا قبل معلق بس على شخصية ثارية زي علي بيكا بالفتوح لازم أحيي المعد اللي أعد هذا نريش المصور يا جماعة إحنا بنشوف تاريخ مصر من خلال صورة نوحاش بيعمل الكلام ده وفيها مجود جامد جدا بتشوفوا جمال مصر وعظمة مصر بتشوفوا الشخصيات الأهلوية ولماذا الأهل ونادي الوطنية حقا المناخ الذي ينشئ فيه النادي الأهل صوت وصورة مش بنقول رأينا ولا بنحدف كلام في الهوى احنا بنقدم لكم تعيشوا تاريخ ناديكم وتاريخ مصر معاه وتتعلقوا قد إيه مصر كانت جميلة ورائعة وقد إيه الرجال الذين أسسوا النادي الأهلي كانوا مميزين وكلهم كانوا من أل مع الشخصيات الاجتماعية والسياسية والرياضية في تاريخ البلد لذلك النادي الأهلي نشأ بهذه الرصاخة وهذه القوة وهذه المتانة وهذه التقاليد أما علي بيك أبو الفتوح أساسه من الأعيان والدته من كبار رجال الدولة وعائلتها من أيام محمد علي باشا يعني جذور تقيلة هو اتولد حاجة وسبعين 1870 ومال 13 يعني 10-40 سنة иكانتARى healthy والخريطة كلما يمت ramAC أنا اريد أن أقوله إذا Bridget ظاهرة غريبة جدا الشباب اللامع ده كان بيموت سن صغيرة قوي زمان مصطفى كامل عمر لطفي كلهم يعني ما عمروش كتير لكن نرجع تاني يعيشوا قليل وينتجوا كتير والده أحمد بشا بالفتوح كان عدو مؤسس وساهم بخمسين ساهم ولا خمسين جنيه ولا اي حاجة كده لكن هو عدو مؤسس إذن هو من جذور جذور النادي الأهلي أيضا كان درس القانون وطرقت إلى أن بقى نظر المعارف اللي هو وزير العدل يعني يعني ما عرفش المعارف كانت تساعد المهم يعني ألف كتبا في السياسة كتبا في القانون إذن مفكر عميق جدا عمره صغير العدل كان نظر الحقانية العدل الحقانية معارف دي كانت زي الثقافة كده من اسمها أستاذ إبراهيم معيش ما برداش أقوحك لا أنا تذكرت أنه ساعد زغلون كان وزير معارف لما ترأس جمعه لهم لا أنا جدا الله أرحمه كان نظر المعارف دكتور رحمد فريد رفاعي يعني وده كان علاقته بالأمر يعني أب والدتي ما علينا إحنا أنا عايز أقولك زمان هو الحياة لأن لا فيها صخب التكنولوجي المتقدم ولا تليفزيون ولا فيديو ولا سوشيال ميديا ولا تليفونات فكان هناك متسع من الوقت للقراءة والكتابة حياتك مش بتجري حياتك فيها عمق ولذلك تجد 40 سنة بتنجز حاجات وكان عندك 80 سنة الشخصيات دي الشخصيات بتوضح عظمة نشأة النادي الأهلي وده سر تاني من أسرار الأهلي وشوف التلحم بقى أمير الشعراء أحمد شاوي كتب كم شخصية في النادي الأهلي ورسع عمر بيكلط وحاجات كده وجعفر ولي ناس كتير كتب عليها كانت تفاعل في كل المجتمع كان مترابط جدا يا جماعة الأدب والثقافة والفن اللي هي بتسميها القوة النعمة اللي عشان كده استعانى بجزء من الفن في توضيح ما يحدث في ساحة الرياضة في بداية هذه الحكم صحيح قلت لكم ده سر من أسرار الأهلي أيضا أنه اللي أنشأه واللي أسسه نخبة من عظماء هذا الوطن وطليعة شباب الفكر الوطني اللي كان بيقود حركات التحرر والمطالبة بالاستقلال شوفوا النخبة والكريمة بتاعت المجتمع في بشوات وبكوات هذا العصر هم اللي أسسوا هذا النادي العظيم فكانت الفكرة النشأة أرستقراطية ثم يتلقفه كل أبناء الشعب فيصبح الأهلي للجميع فعلا يؤسسه نخبة من النبلاء ويتلقفه العامة وكل المصريين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والعلمية هنا دي عظمة النادي الأهلي حقيقة في طبيعة النشأة ثم في الصيرورة اللي بعد كده كيف انتهى الأهلي إلى أنه يبقى نادي الشعب كله مش بس في المواقف الوطنية حتى في الكرة ونجحتها نجوم كتير جدا سهموا في بطولات هذا النادي العظيم وفيها الكثير من أسرار الملك عن النفاسة والنفاسة كابتن ميم الشربيني ربنا يدي له الصحة ويشفيه بإذن الله تعالى تتكلم عن الشربيني الأول ولا تسمع التقرير عنه لا نسمع التقرير عشان الناس تعيش معنا بعض المعلومات ولو إن فيه معلومة حصحها نسمع هذا التقرير عن النفاسة كابتن ميم الشربيني سيداتي أليساتي سيداتي أسعد الله وأوقاتكم بكل خائف معلقكم الرياضي من الشربيني وحييكم من أستاذ القاهرة النفاسة سكن القلوب واستولى على العقول لاعبة وواصل سحره في كابينة التعليق بصوته الراقي وتعليقاته المميزة إنه ميم الشربيني الشهير بالنفاسة محمد عبداللطيف الشربيني من موليد السادس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ولد في حي الروضة بالقاهرة وتوفي والده وهو في السابعة من عمره وتربى مع والدته وجده بدأ عشقه للساحرة المستديرة في شوارع حي الروضة ولفت الأنظار إليه مبكرة لينضم لصفوف النادي المصر القاهري قبل أن تلتقطه عين أشهر كشافي النادي الأهلي عبد البقال وكانت قصة انضمامه لصفوف النادي الأهلي مثيرة للغاية حيث اضطر لأن يرتدي ملاي لف ويخرج على هيئة خادمة من بيته ليحقق حلم بالانضمام إلى القلعة الحمراء رغم تلقيه عرضا من نادي الزمالك بدأ مشواره مع النادي الأهلي في أكتوبر عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين ونظرا لسرعته الفائقة أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين الراحل نجيب المستكاوي لقبا نفاثا شارك بقميس النادي الأهلي في 186 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وتوج مع المارد الأحمر بتسع بطولات مختلفة منها أربعة ألقاب في الدول الممتاز وثلاثة ألقاب في كأس مصر ولقب لدور منطقة القاهرة وكأس الجمهورية المتحدة لمرة واحدة وهي البطولة الوحيدة التي أدخلها النادي الأهلي إلى مصر ولم يحققها أي نادي غيره ومع منتخب مصر حصل ميمي الشيربيني على بطولة كأس أمم إفريقيا عام 1959 كما مثل الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1960 و1964 استمر النفاث مع الأهلي حتى اعتزاله قبل عودة النشاط الرياضي موسم 1971-1972 حيث قاد الشياطين الحمر في فترة الإحلال والتجديد بعد اعتزال النجوم الكبار ولذلك أطلق عليه لقب الألفة ليقود فريق التلامذة بعد اعتزاله تولى تدريب الأندية في مصر كما تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1975 ثم تقدم بعدها لاختبارات الإذاعة في فبراير عام 1976 ونجح ليصبح أحد ألمعي معلقي الكرة المصرية عبر تاريخها وارتبطت به الجماهير بسبب تعليقاته الفريدة والجميلة خاصة في المباريات الكبرى التي يترقبها الجميع عبر الشاشة الصغيرة إكسترا محران إكسترا حوال أنفا العيد يا جماعة الشربيني قصة مزيرة جدا لأنه الحقيقة من أول ملعب عمل أشهر ثنائية في تاريخ الكرة المصرية الجهري والشيربيني اللي هو التش صغير والنفاسة كان عاملين ثنائية هيلة جدا هو كان وينجرايت وكابتن الجهري كان راس حربة أو إنسايد لكن كانوا عملوا هذه السنائية في تناغم رائع جدا ولعبوا الاثنين بسرعة جدا فريستيم ولعبوا منتخب مصر مع بعض بهذه السنائية استمر الشربيني بس حتة صغيرة كده خط قصة حضوره النادي الأهلي فعلا فعلا هو الكابتن عبدالبقال لما راح يجيبه كان هناك من ينتظره من نادي الزمالك واضطر كابتن عبدالبقال ينططم الشباك من وراء بس بقى إيه كان لذيذ كابتن عبدالبقال وحكى كده وقال لك أصلاً لبستم رائع في الشربيني كان يضحك يعني يقول لك أنت نططتني بالشباك بس ما لبسناش ملايات يعني إنما هي كناية على كيف كان الصراع محتدم وكيف كان اللي عايز النادي الأهلي بينطم الشبابيك الخلفية عشان يجي النادي الأهلي حتى لو قالوا لبس ملايات كان هيلبسهم لك واخد بالك عشان يتنكر لكن هي الفكرة كلها كان حرص الكابتن الشيربيني إنه يجي الكابتن الشيربيني كمان من ضمن خصوصيته إنه يعني يحظه وحش يعني يبنن ما فيش ألقاب كتير أخدها لأنه الحقيقة مواسم كتير الدوري ما اكتمال اشتوان هو بيلعب في نهاية السبعيناء هو اللي ادى الناس لألقاب إنما كمان الكرة وقفت من ستة وستين لحد اتنين وسبعين ولا ثلاثة وسبعين لما رجعت ولكنه استمر ويعني استمر مع جيل الناشئين اللي ابتدى النادي اللي قال يكون بيه جيل العظيم بتاع السبعينات اللي أيضا شبه احتكر البطولات بعد كده وكان هو الباقي من عناصر الخبرة والاستاذ ناكيه بالمستكامل المستكامل سمال الألفة وقام بدور القيادة واتنع المركز والاستاذ إبراهيم من الجناح الأيمن إلى الليبرو وكان بيقدي لعب يعني ترشح لمتخم مصر بعد كده في واحد من أفضل من لعبه في هذا المركز ولكن التقلق الكبير استمر معه في عالم التعليق وأصبحت مفرداته مدرسة ألف سلامة لكابتن ميمي الشربين ربنا يشفيه ويعفيه إن شاء الله وألف رحمة ونورة على روح الكابتن محمود الجهري اللي بتمر ذكره هذه الأيام بعد مسيرة حافلة جدا أعطى فيها الكثير للكرة المصرية وللنادي الآلي وأنجز الكثير رحمة الله على الكابتن الجهري دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع الخير